سلام عليكم اخواني اخواتي الطلبة في فيديو جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية اليوم مع الدرس الثالث درس رقم ثلاثة رح نحاول نسلحوا فيه بعض المفاهيم ونشرحوا بعض المفاهيم الاخرى اول حاجة الدرس تعناه هو اه الجملة الاخيرة هديك دي موجودة في نهاية النص يعني اسفل النص جملة ديك مهمة جدا في عدة دروس من بينها الدرس لي ما زلنا ما در ناحش نديروه في قادم ايام شاء الله وهو لقون طون دي اوبجيكتيف دي تاكست هذيك الجملة اللي في اخر نص دقناها تحكم في باكالوريا مهمة جدا اه شوفوا معي في باكالوريا هذية اه هذي الجملة اللي جاية في اسفل اه هذي هي للجملة اللي رح نديرها لها اه طبعا اه درس اليوم اه كينا ناس بزاف تعتقد بلي الجملة هذيك اللي في الاخر كاملة اه هو منفر دو مثلا اهو النص تعنا اهو النص نص 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 وبعد اهنا في النهاية بتاع النص في الاخر اهنا ملتحت في الاسفل هذيك الجملة هي مش تابعة للنص القام كتبها وحدها فيها معلومات على النص هيكا كينا الناس بزاف يحطوا بلي هذي كاملة اسمها لاسورس ممكن في الفيديو سابق فهمتوني بلي هذي كاملة لا هذي كاملة مش لاسورس مش بكاملة اسمها لاسورس هذية ما اسمهاش لاسورس لاسورس هي عبارة عن جزء من اه هذي الجملة اللي جي في نهاية النص كي ما انا عدتها لكم الان في باكالوريا اول حاجة الجملة هذية منها تتكون تكون من تلاف امور بعد ما سلحنا المصطلحة ذاك لكينا ناس بزاف الاعتقاد تحت خاطئ فيه نبدأ منها تتكون الجملة هذيك الاخيرة تكون من تلاف امور واربع امور قسموها احنا لتعلقاتها فقط هنا هي نبدأ والحاجة اللغة العربية اسمه صاحب النص هذه الحاجة اللولة اللي تكون منها الحاجة الثانية هي هنا هنا وين جي لسورس هذي هي لسورس هذي هي لسورس هذي واش لي هي المصدر مثلا مصدر ووش معناها المصدر ولا المنبع ناس هذي مين جي بنا عنا ناس ههو ناس هناي مين هزينا يائما مثلا من الكتاب الفلاني ولا من الكتاب ليفغ مثلا ويعطيك اسم الكتاب مثلا من جورنال من صحيفة جورنال صحيفة من صحيفة اه فلاني نعطيك المثال كما قلنا في فيديو السابق اه مثلا الوطن ولا الخبر شروق المهم اه صحيفة اه صحيفة معينة خبر شروق الى غير ذلك اذا ما اه من الصحف المعروفة اه تلقى هذا هو هذي هنا لا سورس مش كامل لا سورس هذي فقط الجزء هذا فقط لي هنا في النص لا سورس مانا تكونوا فهمتوها اه وفهمتو قزتي في الفيديو السابق في فيديو هذا ايضا اه هذي لا سورس هنا في الاخر جينا في الجملة هذه اخر مكون لها اخر جزء فيها فيها خلينا نبدأ بميزان ديديسيون ميزان ديديسيون ميزان ديديسيون ديديسيون والى دار النشر باللغة العربية اسمها وعادنا ايضا زايد بالاخر ايضا مش تلقاهو بعد ما نتبقوا عليها من باكالوريات بعد قليل راح تفهموا اكثر ديديسيون والى اللغة العربية تاريخا النشر. يعني اكتهى اه تم نشر هذا النص تعنا. اه تاريخ النشر. ما فهمتو باللي الجملة هذي كل اخرها في النص. تكون من ثلاث امور. اول حاجة. اسم صاحب النص. ثاني حاجة. اللي هي المصدر. اللي هي عبارة عن كتاب او صحيفة. ثالث حاجة. اللي هي دار النشر. وتاريخ النشر. هذه مفهومة. وفي بعض الاحيان ايضا ما كان النشر هذا ما يهمناش بزع. ثم هذا ما يهموكم. قلت لكم في الكونت عندي ابجكتيف. كينا ناس بزعاف ما تفرقش بيناتهم بار لذلك ما تجيبش الكونت عندي في المقدمة الكونت عندي ابجكتيف هذي. ما تجيبهاش صحيحة يهوها في الوضعية. قلنا نقوله. هذا انه هو من الوضعية الكونت عندي. الفقرة اقصل. كيما قلت لكم. كما لازم تكونوا فاهمين لازم تعرفوا انه هو نوضلوتا وش مميزة تاعه كيفية يجي. وانه لاسورس كيفية جي. وانه دار النشر وتاريخ النشر. باش من بعض على الاقل في الكونت عندي. جيبها صحيحة. جيبهم صحيحة. لذلك رح نديرو امثلة الان من الباكالوريات. تتمنى تكونوا فهمتوا. جملة الاخرى ليجي اسفل ناس. فيها نوضلوتا واسم صحب الناس. فيها المصدر اللي هو اللاسورس والميزان ديديسيونية دار النشر. ودات ديديسيون وتاريخ النشر. عنوان الدرس كان لاسورس. لكن من المفروض يكون العنوان اللي هو الجملة الاخيرة في النس. لاسورس هي هذي فقط الجزء. المهم. ننتقل الان في الامثلة من باكالوريات سابقة. اه اول حاجة تعرفوها قبل ما نبدو في الامثلة انه. كاين في الجملتين نظم. تقدر تلقى احنا قلنا تتكون من ثلاث امور. انت اذية في الصفة عامة ثلاث امور. انت تقدر تلقى حاجة واحدة ولا اتنين ولا تلقان في تلاف. مثلا تقدر تلقى اه عفوا تقدر تلقى نود لوتغ واحده. نود لوتغ واحده. ما تلقاش اه نود لوتغ واحده. مثلا فقط. تقدر تلقى لا سورس ودار نشر. ونود لوتغ لا كانش. تقدر تلقى لا سورس وحده. تقدر تلقى دار نشر وحده. دار نشر وتاريخ النشر المهم. تقدر تلقى اه اي حاجة يعني مش لازم في تلافة انا. ولا نقدر نقوله ربعة بما انه معهم تاريخ النشر. بسما انت تقدر تلقى حاجة فيهم زوز دافة ربعة ميهم مكشن مهم. انت تعرف هذه الحاجة لكينة وشهيوة فقط. نروح الامثلة الآن من البكالوريات. نبدأ بكالوريا مثلا نهزوا امثلة فقط طبعا بكالوريا 2018 هذا نظن انه المثال هذا من بكالوريا شعبة اداب وفلسفة طبعا دروس جميع الدروس الفرنسية دين ديروها خاصة بجميع الشعب. يعني اي واحد رح يجتاز البكالوريا لازم يكون مطلع على هذه الدروس. الامثلة نهزوا فقط احيانا نهزوا من شعبة اداب وفلسفة احيانا من شعب اخرى نبدأ من شعب العلمية او مهم. بالمثال لو نكتبو المثال ركزوا معي مليح في المثال لانه هنا وراح تفهموا كلش باش كندير كونترون دي اوبجيكتيف نلقاها سهلة نبقاش نضيعو في الوقت ونشرحو جي فيديو قصير فقط يجينا فيديو قصير درجيري من نفسون سكنترون دي سكا من نفسون سوسمتر دي اي ايديسيون ايديسيون اه ايديسيون ده رح نشرحها بالتفسير ركزوا معي بعد ما نكتبوه نديرو تلاف امثلا فقط نبدأو الان هذه الجملة منها تكون قلنا في الغالب من ثلاث امور اول حاجة كما تشوفوا بنجاما ستورا هذه افوا هذه الجملة هي اسم صاحب النص اسم صاحب النص كما تشوفوا أول حاجة انه اسمه طبعا ما دم هو اسم يبدأ بال ما جي سكيل هنا ايضا تعرفو بليه اسم صاحب النص ها هو ب كما تشوفوا فيها ما جي سكيل يبدأ بالما جي سكيل تعرفو دليه اسم صاحب النص هذي حاجة مميزة فيه. حاجة ثانية اللي هي قلنا كما تشوفوا من انتبدأ من هنا للهنا. هذي كاملة استوارد دولار اه استوارد دولار دلجيغي من نفس سيكوند كاد جيسكا اه من نفس سواسوندو. هذي اه كاملة اللي هي المزدر. هي المزدر ولا المنبع. من ينجبنا النسخة شرعنينها من هذه استوارد دولار قال الجرائري هي ممكن تكون صحيفة او كتاب او. لدينا ايضا كما تشوفو كلمة اديسون. اديسون معناها النشر. اهنا. هذي وش رح تكون؟ طبعا رح تكون دارا نشرة. دارا نشرة. ميزة. ما نسراح نعود. نسراحة مثلا في الدرس الكونت warned the objective اللي تطلع عليهم الان رح تكون له اسهل من بعد. اكتب لك باغي هنا باغي هذي رح تكون طبعا ما كان النشر يعني وين اتنشرة تمناش بزاف. هنا عدنا الف وتسعمائة وتلاثة وتسعين اللي هي دات ديديسيون. دات ديديسيون. ديديسيون. والا باللغة العربية طبعا تاريخ النشر. تاريخ النشر. اه نتمنى تكونوا فهمتوا المثال الاول. ننتقلوا الان للمثال الثاني. طبعا كما قلت هذما دروس رهم جميع شعب يعني اه اي واحد رح يجتاز باكالوريا. لازم يكون مطلع على هذه الدروس باش يتحصل على علامة مليحة في اللغة الفرنسية. وهو نفس الباكالوريا اه هذية عالفين وطمنتاش. هزو سورس فقط دخلت على عشوائيا يعني باكالوريا. هزو دي سورس متنوعين. جيون دورميسون. حاولوا اني نديروا ثلاثة امثلة. اه جيون دورميسون لعفان دي تيغوري. تقدروا تطالعوا عليهم. ومن خلال المثال الاول جاوبوا على المثالين الثاني والثالث. ومن بعد شوفوا الحل هنا في الفيديو. اه طبعا الشرح اقصد. شوفوا انتما تختاب لور واحكم. شوفوا وين هو اذا كاين ولا المهم. تروحوا فقط. الباكالوريا عنوان الباكالوريا هذا اللي نحطه. ولنحط لكم وش من باك جيبت مثلا. اه عفوا الجملة هذي. اللي فيها طبعا اه لا سورس. ما قلت لكم الجملة هذي كاملة ما سمعش لا سورس. هي هذك الجزء فقط الثاني اللي سرحناها كبير. اه لدينا جيون دور ميسون كيما تشوفوا. جيون هاي لدينا تبدأ بالماجي سكيل. ووضحة انها نود لوتر. نود لوتر. نود لوتر. وإلا اسم ساحب النصر. لدينا ايضا لفا دي تغغي. هذه واضحة انها هذه هي راسورس. وإلا باللغة العربية. طبعا المزدر او المنبع. لهزينا منه هذا النصر. لدينا ايضا لفا دي تغغي لونسكو. اه طبعا هذه كما تعرفوها منظمة لونسكو. المهم. اهنا يا هذي عدنا منش فيها. دار النشر وإلا لغة العربية. ميزون دي دي سيون. المثال الثالث راح يكون منواء شوية شوية عن مثالين هذا. لانه كما قلنا راح نهزو فيه الحالة. دار ما يجيش كلش. ما يجيش مكتوب كلش. وهذه اه طبعا دات دي دي سيون او دات عفون دي دي سيون وإلا تاريخ النشر. تاريخ النشر. اه هذا بالنسبة للمثال ثان. المثال الثالث والاخير في هذا الفيديو. المثال الثالث راح يكون من باكالوريا. باكالوريا 2019 لي نفس شو عباندن. المهم. المثال الثالث ريزيستونس. الجيغيان. نميرو ترون دي. دي. برمي. جيس كا. او. او. ديس. جوا. مين نفس سيكون 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 سيكون. اه كما تشوفوا هنا واضحة باللي اسم اسم ساحب النص. هذا كان بالنسبة للفيديو يوم يمكن أن أجبكم إذا ترحبوا شرحها بطاب دوتينك ولا نشرحهم بأن الإسم نزلونا مجموعة من الدروس لذلك يباني الكتابة لك مش كما مثلا كريزيسترونس ألجيريا هذه بين المقاومة الجزائرية ظاهرة بالنسبة لي هنا لا كانش اسم صاحب الناس هنا لا يجيش المقاومة الجزائرية اسم صاحب الناس هنا هذي عبارة عن مش راح تكون لا سورس هذي لا غيزيسترونس ألجيريا هنا اسم صاحب الناس ما كانش يعني كما قلت لكم تقدر تجيو في ثلاثة كما تقدر تلقى واحدة فيهم فقط في ربعة عفوا ولا تقدر تلقى واحدة فيهم فقط هذوك الأجزاء تاع الجملة هذي اللي جي اس في الناس هذا التاريخ اللي مكتوب هو عبارة عن طبعا تاريخ النشر هنا طبعا تاريخ النشر طبعا دار النشر احنا ما كانش يسأني واحد فيكم سؤال مثلا يقول لي ريزيسترونس ألجيريان هذي كيف عرفتها انها سورس على خيرتي على انها سورس مصدر وما هيش مثلا دار ديديسيون ممكن يسألك واحد ما هيش عفوا ميزون ديديسيون ما هيش دار نشر ميزون ديديسيون دار نشر اه اجابة واضحة اول حاجة ريزيسترونس ألجيريان هذي هي اه عبارة عن جورنال صحيفة جريدة لذلك راح تكون اه مصدر تقول لي انا كيف راح نعرف على جورنال او مثلا راح يكونوا واضحين مثلا انت تبان لك من خلال ممارسة انك تعرف بعض جورنال مثلا انت قادر تلقى مكتوبة الوطن الخبر الشروق تعرفوا باليو بين جورنال ديريكت عبارة عن سورس مصدر يؤد يبان لك باليو تتعاول انك تقرأها وتفهمها ممكن تبان لك انها مثلا مصدر ولا مثلا ممكن تلقاها تلقا مكتوبة ليفغ دو ميدسين مثلا كتاب طيب تعرف مباشرة بلي كما دامه كتاب هو مصدر كما قلت لكم لعسورس الحاجة اللي تميزها انها تكون كتاب او جريدة او صحيفة كما قلت لكم لهزمنا هذه الميزة لعسورس دار النشرها معها تاريخ النشر والاسم صح بالنص يكون اسم يعني غير مفهوم مثلا ريزي سفونس معناها مقاومات فهمها انت يكون حاجة غير مفهومة وتلقاها تبدأ بالماجي سكيل هو لازم يبدأ بالماجي سكيل هذا هو كان بالنسبة الفيديو اليوم اتمنى تكون فهمتها وطالعة عليها مبيح لانه راح نحتاجها في قادم الفيديوهات ان شاء الله طبعا اذا عجبك الفيديو تسجد لنا جانب تعليق تحفيزي تبارتاجي الفيديو معي كامل اصدقائك ونلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة